أنا من الرياض رئيسة تنفيذية لبرنامج الأمن الأسري والوطني الدكتورة مهل مناف أهلاً دكتورة أهلاً فيك أخت رقيّة أهلاً وسهلاً دكتورة ممكن تشرحيننا بشكل بسيط أشكال التنمر أو أنواع التنمر؟ بداية التنمر هو مصطلح جديد يعني يمكن بدأنا نتداول هذا المصطلح في بداية الثمانينات عندما بدأنا نشوف بعض حالات انتحار الأطفال بسبب التنمر فهو مصطلح جديد التنمر أشكال كثيرة فيه التنمر التقليدي اللي هو ده ممكن يكون تنمر جسدي يتصف بالضرب والركل والعنف الجسدي بين الأقران وفيه التنمر النفسي أو إحنا ممكن نسميه الاجتماعي اللي هو يتمثل بالتنمر اللفظي لذكروا الأطفال في الفيلم أو أنه العزل عن المجموعة أو التهديد أو كل هذه الأشياء نسميه التنمر النفسي والاجتماعي وفيه التنمر الجنسي اللي يكون فيه إيحاءات جنسية أو استخدام بعض الصور أو المقاطع الجنسية حتى يسبب ضرر للشخص الآخر هذا التنمر التقليدي إحنا نسميه لكن الآن فيه هجرة للتنمر التقليدي من فناء المدرسة إلى الفضاء الألكتروني فهناك التنمر الألكتروني الآن وهو فيه ارتفاع شديد ومستمر يعني مثلا قابل خمس سنين كانت نسبة التنمر التقليدي بين خمسة إلى عشرة بالمية الآن الدراسات تشير أن نسبة التنمر التقليدي من مجموع التنمر كله تقريبا بين ثلاثين إلى أربعين بالمية والتنمر الإلكتروني يختلف عن التنمر التقليدي بحيث أنه رسالة واحدة يعني مو لازم يكون متكرر رسالة واحدة ممكن تبقى في الفضاء الألكتروني لسنين وسنين أو صورة تبقى في الفضاء الألكتروني لسنين تهدد صاحبها لسنين كثيرة فهو أشد ضررا واستخدامه أسهل ولا عليه مراقبة فهذا يعني الآن كثير في دراسات على التنمر الإلكتروني ومدى انتشاره بين الطلاب خاصة أنه الجميع يستخدم الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي طيب حلو واضح الكلام طيب دكتورة مهة يعني نحن نعرف أن التنمر له أشكال وله طبعا طرق ووسائل عديدة سواء داخل الأسرة سواء داخل المجتمع سواء داخل بيئة العمل سواء في المجتمعات الخارجية أو التواصل الخارجي لكن في بعض الأحيان نسمع عن التنمر الخفي اللي ما يكون ملموس أو يمكن أنك تعاقب الإنسان عليه هذا كيف الناس تتجنبه أو تتحاشاه؟ هو التنمر أحد أنواع العنف والعنف بحد ذاته كصفة رئيسية بالعنف هو دائما يحصل في الخفاء يعني لما نتكلم عن العنف الأسري في كثير حالات عنف الأسري لا نعرف عنها ولا يبلغ عنها التنمر اللي يحصل بالخفاء هو التنمر المسكوت عليه التنمر اللي ما يبلغوا عنه يعني في دراسات كثيرة حصلت في السعودية لقينا أنه أكثر من 40% من الطلاب الذين تعرضوا إلى التنمر أول شيء إما أنهم لا يعرفوا أنه هذا تنمر أو أنهم لم يخافوا يبلغوا عنه يعني الخوف من المتنمر أنهم يبلغوا عنه أو ما يعرفوا وسائل التبليغ فهنا نرجع لقضية الوعي يعني وعي الأشخاص بإيش هو التنمر وآلية التعامل معه وأنه هناك في قنوات للتبليغ عنه للأسف لا زالت عندنا الوعي ضعيف وقنوات التبليغ ضعيفة الأطفال نفسهم ما يعرفوا أنه هذا تنمر يعني يخلطوا بين السلوك العدواني بين الأقران يعني واحد ضرب واحد مرة واحدة تهوش وتكلموا كلمتين هذا سلوك عدواني بين أطفال ليس تنمر التنمر يجب أن يكون متعمد متكرر فيه اختلاف بالقوة واحد قوي واحد ضعيف إما جسديا أو سلطة يعني سلطته أكثر على الآخر ويكونوا طبعا في نفس العمر قريبين من عمر نفسه لكن الآن الناس تخلط بين التنمر والسلوك العدواني بين الأقران صحي دكتوريا هل عندنا عقوبات أو قانون لمكافحة هذا التنمر؟ شكرا رقايا على هذا السؤال لأنه هنا على ما قالوا مربط الفرس هنا المشكلة الأساسية لا يوجد عندنا نظام واضح ضد التنمر في عام 2014 قام برنامج الأمان الأسر الوطني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطفولة واليونسيف بعمل برنامج وطني لمكافحة التنمر هذا البرنامج يتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت تدريب المرشدين الطلابيين والمعلمين على آلية التعامل مع التنمر يعني يجب على المعلمين أن يفهموا ما هو التنمر حتى يقدر يتعاملوا معه وإيش الإجراءات الموجودة النقطة الثانية كان زيادة وعي وعي الطلاب وعي الأهل وعي المدرسين بالتنمر والنقطة الثالثة كان وضع إجراءات داخلية ولوائح في المدارس للأسف عن النقطة الثالثة لم تستمر بالطريقة اللي إحنا وددنا بها أنا الآن أقترح من عبر هذه القناة أنه أول شيء نبغى لنا تشريع شامل ضد التنمر هذا رقم واحد رقم اثنين يجب على كل مدرسة أن يكون عندهم إجراءات توجيهية للتنمر خاصة بالتنمر للأسف وضعها بالإجراءات التوجيهة للسلوك والمواظبة يضعفها وهذا اللي حصل معنا أنها وضعت إجراءات ضد التنمر في داخل إجراءات السلوك والمواظبة فضاعت إحنا نبغى إجراءات خاصة بالتنمر وحب ذا لو يكون في لجنة في كل مدرسة متكونة من الطلاب والمرشدين والمعلمين هم اللي يحطوا هذه الإجراءات معتمدة على إجراءات عامة أو تشريع عام يصدر من الدولة طيب واضح الآن الآن جزء آخر من موضوع التنمر دكتورة مها هو أنه أنت قلت قبل شوي لأنه لازم يكون الطرف أقوى والطرف الآخر هو الأضعف لازم يكون فيه شوي من العنف أو مثلا الإذاء سواء اللفظي أو جسدي الآن بعض الناس يخلط معاقبة الأهل معاقبة أولياء الأمور بأن هذا جزء من التنمر هل نقدر نفصل فيها؟ لا طبعا زي ما قلت هو أحد أنواع العنف بنسميه عنف الأقران ليش؟ لأنه لازم يكونوا متساويين بالعمر يعني واحد عمره 12 سنة يتنمر على طفل آخر عمره 10 أو 12 بنفس العمر لكن ما تقدر تقول أنه مثلا إساءة معاملة الطفل من قبل مقدمي الرعاية له لهم الوالدين هذا ليس التنمر هذا اسمه إساءة معاملة الطفل أو إذاء الطفل أو العنف ضد الطفل سمه ما شئت ولكنه ليس تنمرا التنمر بين الأقران يعني مثلا ممكن معلم يتنمر ضد معلم آخر موظف يتنمر ضد موظف آخر أو رئيس في العمل يتنمر ضد موظفينه طالب يتنمر ضد طالب لكن ما تقدر تقول أنه والله الأهل يتنمرون ضد أولادهم أو المدرس يتنمر ضد الطالب هذا اسمه إساءة معاملة طيب دكتورة أنا أبغى أبلغ على الهوى معك ولا عليك يا أمر أنا أبغى أبلغ تنمرت؟ أنا في مخرج البرنامج قاعد يتنمر علينا تساعديني في هذا الموضوع أو لا؟ يجب أن يكون متكرر ويجب أن تكون السلطة قوية وهناك صفات عناصر قوية فمن نرمي هذا المصطلح جزافاً الله يسعدك يا رب لا هو يتنمر علينا أن يقول خلاص خلص اللقاء خلص الوقت وإحنا والله ودنا أننا نأخذ ونعطي معاك لكن لضيق الوقت دكتورتنا وضيفتنا من الرياض الرئيس التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف شكراً جزيلاً لك